الانتخابات المبكرة وعد من جملة الوعود أطلقتها الكتل السياسية تحت ضغط ثورة التشرين ستة أشهر ويزيد من إقرار القانون رغم بقائم الحق له على الأرض لا شيء يذكر يرى المتظاهرون أن شركاء العملية السياسية التي خرجوا لإسقاطها استغلوا تخفيف حدة التظاهرات بسبب تفشي فيروس كورونا لتمرير مشاريعهم للبقاء وتسويف ما وعدوا به الشارع فانتخابات مبكرة نزيهة إن جرت سيعني ذلك اقتلاع جميع الأحزاب بلا استثناء المماطلة وسياسة الرهان على الوقت واستغلال الأزمة الصحية بدى في غياب أي خطوة جدية من قبل الحكومة أو البرلمان لجراء الانتخابات حتى إن الأخيرة لم يجد التوزيع الدوائر الانتخابية الذي يعد أساسيا لإجراء الانتخابات ولم يحدد إلى الآن موعدها تصريحات صحفية لعدد من النواب أكدوا فيها عن عدم رغبة الكتل في إجراء الانتخابات مبكرة لأنها على يقين بأنها ستخسر مواقعها مؤكدين أن الأحزاب المتنفذة في الحكومة والبرلمان لا تريد انتقال العراق إلى الدوائر الانتخابية الصغيرة لأنها تعتقد أن ذلك سيضعف من تماسكها مصادر صحفية نقلت عن البرلمانيين قولهم إن الكتل السياسية الكبيرة تعمل بقوة من أجل إعادة العمل باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية مبينين أن هذه الطريقة اعتمدت في العمليات الانتخابية السابقة وأثبتت تكريس حكم الأحزاب الكبيرة اتفاق غير معلن بين الكتل البرلمانية الكبيرة على عدم الذهاب للانتخابات المبكرة من خلال تعطيل قانون الانتخابات بحسب نواب في البرلمان كما أن الأحزاب تخشى الحديث بذلك علانية فتعود التظاهرات على سابق عهدها اللجنة القانونية النيابية قطعت الشك باليقين فأكدت العضوة فيها الماس فاضل أن استمرار الخلافات سيحول دون إرسال قانون انتخابات مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية وبالتالي لن يقر القانون ولن نذهب الانتخابات المبكرة ما يعطي دلالات واضحة بأن خيارات المتظاهرين لإنجاح الثورة باتت واضحة من غير لبس أبرزها أن أي مراهنة على الأحزاب أو قبول وعد منها أو المهادنة معها ستعني استمرار الوضع على ما هو عليه منذ 17 عاما